هذا بحقيقة دكتور علي الأمن الغذائي وكمان بيبقى فيه فائد للتصدير طبعا ده الهدف الاستراتيجي ده بشكل استراتيجي زي ما حركت قلت طرق الزراعة في سينة كمان يعني احنا بنشوف توجه دلوقتي من وزارة الراي ووزارة الزراعة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة في ترشيد المياه طبعا واحنا شايفين مشاريع كتيرة جدا فيما يتعلق بترشيد المياه واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في الراي وحضرتك أستاذ متخصص في المياه عشان أوفر هذه المياه ويبقى فيه كمان زيادة وكفاءة انتاجية للمحاصيل الزراعية ازاي بنطبق هذه التكنولوجيا في سينة احنا نمرت واحد يعني كلام ده مهم جدا وانت حضرت ايدك على اللقطة مهم جدا هو منظومة الراي انت متقدرش تستخدم في الاراضي الرملية الراي بالغمر الكلام القديم اللي حالفش تغلقه في الدلتة فانا بستخدم نظام الراي الحديثة فنظام الراي الحديثة سواء كان نظام الراي بالرش سواء باستخدام البيفوت او بالنظام الرايش السابت او المتحرك او نظام الراي بالطمئيط او نظام الراي اللي هو بنسميه المطري كل دي نظام نظام الراي الهدف هنا ايه رفع استخدام كفاءة الماء فبالتالي برفع كفاءة الاستخدام لفوق 80 او 85% وبالتالي انا هنا بضيف ماء طبعا لها اهداف كتير جدا ومرضود اقتصادي كمان حتى على المنتج ان انت بتضيف اسمدة بالكميات اللي انت عايزة دون اهدارة للاسمدة ان ان انت بتوفر في الطاقة اللي موجودة ان انت بتشغل بمنتاش مفيش افراد في استخدام الماء فبالتالي انا برفع الكفاءة من 50% ل 85% يبقى انا بوفر ماء بضيف سماد في نفس الوقت انا ما بشغلش مساحات اخرى في بسميها الاني والبوتون وكل هذا الكلام ان انا بعمل تأقلم مع تغيرات النخية النهاردة لما انا بضيف ماء عند الكميات مطر جاية في المناطق دي انا بقلل استخدام من الراية وبوقف تشغيل الراية السطح العادي لان في مطر طب انا لو في موجات حرارة او موجات بتاع انا ببتدي اشغل في التويضات اللي انا عايزة وبالتالي في اقلمة في نفس الوقت ان المحاصيل ما بتتلافش يمكن حتى يمكن كانوا بيناخد الخبرات زمان من اهالي العريش في الزراعات لان هم خدوا خبرات اكتسبت في فترات معينة وكانوا بنقلوها للدلتا اللي هي الزراعة على الرايب الطرقية ممكن هم كانوا اول ناس اشتغلوا في الطرقية اخوانا واصحابنا يعني اهالينا في العريش هم دول كانوا هم الجايد في فترة معينة وبدأوا ينزلوا الدلتا ومنزلوا المنطقة الصحراوية على طريق السكديرات الصحراوي هم كانوا بنقلوا هذه الخبرات فهنا استخدامنا للتكنولوجي والسمرت اجريكالشار والزراعة الحديثة فانت النهاردة بستخدم الموبايل وبستخدم التكنولوجيا الحديثة في اضافة الميا وتشغيل المزارع فطبعا انت بنهاردة بتشتغل بنظم من حي سلطاء الاخرين فممنوع الرايب الغمر الحتة الوحيدة اللي فيها الرايب الغمر هي منطقة صهل الطنة بحكم ان الارض طنات الى اراضي فيها ظروف ملوحة فبتعمل عمليات غسيلة وبتبتدي تستخدم لكن جميع الاراضي سواء في الانطارة او في الانطارة او في شرق الاسماعيلية انا عايز بس اذكر لحد 2014 كان عندنا قرية اسمها قرية الامل يمكن سيادة الرئيس قال القرية دي من كذا وتمانين قعدت مهجورة هو الوحيد اللي قال لا كده قرية ومشروع استصلاح 5000 فدان سبتوها اكتر من 15-20 سنة ما بيشتغلش المشروع فقعد الامل لهذا المشروع ورجع المشروع وشغل وتوزع على الشباب القروجين في قرية الامل وبتستخدم احدث تكنولوجي في عمليات الزراعة والرأي فطبعا انت النهاردة استخدامك للتكنولوجيا الحديثة ومن حيث انتهى الاخرين ده بيساعدك على ادارة المنظومة الزراعية وفي نفس الوقت هو بيرفع دخل المزارع لان انت بستخدم كميات مية مع محاصيل وفيه تكيف ان انت بتستخدم الفكهة تستخدم الخضار فبتنتجها تحت نظم رأي حديثة بتستخدم مستويات منقفضة من التسمين مش هتستعمل اكسيس من الافراط في عمليات التسبيد فالرزراعة الحديثة او التقنيات العالية في هذا الكلام هو ده توجه في كل الاراضي الجديدة منها سيناء او في اي ماشروعات استصلاح اراضي اخر كيف احنا منتكلم على الاخص على سيناء والوضع الموجود بالفعل بالزيت للمياه في سيناء بعض الاماكن بتكون فيها المياه حلوة لو بنتكلم عن المياه الجوفية بعض الاماكن الاخرى بتكون فيها المياه المالحة ازاي تم استخدام تكنولوجيا مختلفة لاستخدام المياه المالحة برضو في الراي وازاي تم التعامل معها وبالفعل ده تجربة ونجحت واحنا شايفين انها بيتم يعني طبعا لما بنكلم في احنا عندنا احنا يعني التراكب المحصولية مرتبطة بملوحة المياه الرأي وملوحة الطربة فانا لما باجي اعمل سياسة صراعية ابتدأ شوف مستوى ملوحة المياه ومستوى ملوحة الطربة وابتدأ اشوف ايه المحاصيل المناسبة لهذا الكلام فالنهاردة عندنا فيه تقنيات حديثة النهاردة بتستخدم النانو يعني كجزء من تحليق المياه في وحدات موجودة بتقدر تتعادل ملوحة المياه في نفس الوقت ان انا بضيف بعض المواد العضوية اللي هي زي الدبال الاحماض الامينية كل هذا الكلام خلينا بدأت تتحمل استرس وبالتالي تبتدي تشتغل على هذه المياه اللي فيها مستوى ملوحة انا عندي زراعات زي الزتون والنخيل من المزراعات اللي بتتحمل شوية في الملوحة عن المحاصيل الخضر والحاجات دي فطبعا هنا التركيب المحصول فانا النهاردة لازم ابتدي اشوف مستوى الملوحة اللي موجودة عندي اربط بيها التركيب المحصول المياه مستوى كواس جدا استخدم معاك كل المحاصيل بلا استثناء تبتدي تزيد فيها الملوحة بالتدريج ابتدي اشوف التركيب الملأمة لها ايه من هنا هو ده الاساس في استخدامي لنوعية المياه اللي موجودة النهاردة فالمعالجة والتكنولوجي وتحرية المياه ويمكن احنا بنقول لهم محطة المحطة المعالجة بتاعت بحر البقر بدأت تزع جزء كبير جدا من الاملاح اللي موجودة زائد وترسب جزء من الاملاح الاخرى في صورة املاح عضوية اخرى فبالتالي بترفع من كفاءة ونوعية المياه وبالتالي يبقى هنا في الاخر مفيش اي تأثير او على النبات او دامج على المحصول اللي بيتزرع كمان في تطوير بيحصل في بحارة البردويل تطوير مهم كمان ده كويس جدا مهم لانه في كمان مينة مينة البردويل مينة البردويل وفطور سينة كمان وحفظ السمك وانتاجه وتغريفه ده مهم جدا للتنمية هو ده جزء اللي هي احنا بنقول ان الزراعة فيها يعني هي مسلس الانتاج النباتي والانتاج الحيواني والتصدق الزراعي الاززراع السمكي والانتاج السمكي ده داخل في المسلس اللي هو بتاع الانتاج الحيواني صحيح في البردويل احنا عندنا خلي بالك في سينة مزارع كبيرة جدا مزارع طبعا شرق برصعيد ودي فيها اكتر من خمس تلاف يعني ما يقرأ من ست تلاف حوض واكبر مزرعة مزرعة الفيروس لانتاج الاسمك ودي يعني من الحاجات الحديثة اللي اتعملت عندنا جزء تاني بنتكلم فيه اللي هو بحيرة البردويل بحيرة البردويل طبعا كانت كانت مهمالة لفترة طويلة صحيح حصل تطهير للبحيرة تم يعني البواغيز بتاعتها تفتحت واتطهارت وبدأت يتعمل حتى كمان فيها اللي هي اربع قرى للصيادين تم في لفس الوقت في مطار البردويل عشان ياخد على طول التصدير السريع والمباشر للمنتجات الفخرة سواء البوري او الدينيس او الاروس كل كلام ده زي دي جنباري اصداف الفرق مع فطبعا كل الامور دي انت بترفع القيمة المضافة بتحسن حياة الناس في الموجودين فالانتاج السمكي ده موجود فيه افص برضك في قناة السويس واعتقد ان احنا عندنا محور كبير واحنا بحاجة بتكلم عليه هو محور تنمية قناة السويس محور تنمية قناة السويس من السخدة من خليج لحد برصعية هذا اكبر مشروع بتعمل طبعا ده طفرة حصلت حينقل مصر نقلة كبيرة جدا خلال السنين الخادرة